وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من خطة تحويل الأوتوبيسات التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي مشيرا إلى أهمية هذا الأمر للتحول إلى الطاقة النظيفة جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمتابعة جهود تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات حيث تم استعراض جهود تطوير المنظومة خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى نوفمبر 2023